السلام عليكم مولانا عظم الله لكم العزوز باستشهاد الإمام الهادي علي السنة مولانا هناك تحشي بغير طبيعي ومغول في إيقاف الضيارة الرجلية لباب الحوائج موسى بناجع فنرجو منكم ارشاد الجميع لمكانتكم في العراق المكان العظيم لشخصكم الكريم وحفظكم الله في شهر رجل الأصاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أنا اعتقادي شكرا يا عم غدير اعتقادي بأن مشاهد إلا إما يجب أن ما تخلو ولا يخاف منها من مرض المريض يشفى بها ما هذا الكلام لازم نركز في الناس اليقين واحد يقول لي شو يسوي لهذه الكورونا واستعملنا هذه مثل التوصيات الطبية كتل أدواها مثقالين يقين مثقالين يقين كم مثقال يقين اشتري خل من يبيعون اليقين كتل اليقين يبنى ما ينبع ما عندنا نسوق يبيعون فيه اليقين هذا كشف هؤلاء اللي يصير عندهم حالة هلع وينسون التوكل على الله وينسون قوله عز وجل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وينسون أنه الأمور بإيده وأنه محال أن يكون هناك مكروب في ضريح الإمام المعصوم سلام الله عليه هؤلاء من لازم نقوي عقيدتهم ويقينهم ولذلك الحمد لله رب العالمين اليوم والبهى الأيام أنا رأيت بيض وجهنا هؤلاء شيعة الخلص لما يبالون لا بكورونا ولا بغير كورونا ويروحون مواكب وهيئات ويعمرون حرم الإمام الهادي سلام الله عليهم ويزورون هكذا يجب أن تكون بخية المشاهد المشرفة عامرة وليخافون من المرض إذا راحوا إلى زيارة الأئمة سلام الله عليهم هذه محتاج إلى يقين من اليقين من يجيب اليقين قليل في الناس أقل ما أعطى الله للناس اليقين يعطيهم صفات مختلفة لكن اليقين قليل يجب أن نقويه وأعيد كلام الله يرحمها هذه القصة لنقلنا ياها الشيخ مسلم الجابري الله يرحمه يقول أنا كانوا داعيني للحج الناس ملك أظمية حجينا وكملنا نحن راجعين أوائل الخمسينات هذه طيارات كانت الطيارة كانت فيها بروانة فيها بروانتين فيكنت نوع الفايكنت من الطيارات القديمة يقول قبل لا نصل هذا الكابتن أعلن أنه وقع احتراق في أحد المحركات ومعناها أنه بعد 20 دقيقة هذا يسقط عن العمل ولازم ننزلكم نحن بالبراشوت كلكم قبل أن يتم احتراق المحرك وتسقط الطيارة ويقول ضج الناس ضجوا الله يرحمه الشيخ مسلم الجابري يقول أنا قاعد أخرج جريدة يجوني قالوا لي شوف 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 هذا الشيخ يقول سويننا شارة سويننا حال يقولون راح يعطونا كلنا براشوت يذبونا من الطيارة راح نموت سويننا تشارة شيخنا قالوا هم تردون وتموتوا نموت وأنا ما رجموت إذا عند أحد منكم رسالة الأهلة يعطيني إياها أنا ما راح أموت قالوا الواحد ليش قالوا عمي أنا من قعدت بالطيارة قرأت آية الكرسي وقرأت المعوذتين وقرأت الحمل خمس مرات هذا تأمين كامل خلص ما أموت من هالسفراء أنزل للأرض وأموت موضوع ثاني أنا ما أموت يقولوا شوية هدو يجب أن يكون عنده يقين إذا ذكر الله عز وجل يقين بالأدعية يقين بالآية يقين بالزيارة يقين بأهل البيت عليهم السلام لازم نرفع بعدين أنا سألت الله يرحمه وعندين يصار قالوا والله ما أمر عشر دقائق الكابتن قال الحمد لله وقف الاحتراق وبعد مثلا خمسة وعشرين دقيقة ننزل في مطار بغداد فإذن يقول اليقين مهم اليقين علموا الناس على الإطمئنان واليقين اليقين بآيات ربهم اليقين بأئمتهم اليقين ببسم الله الرحمن الرحيم إذا تقنت فيها هي كافية كيف ما يكون عندهم يقين ويظل خايف وقلق وهلع ويستعمل مئة أدوية ومئة وسيلة واحتياطات وغيرها ويقع من حيث أحطاط هذا هذا وضع غير طبيعي هذا وضع يدل على خفة يدل على قلق يدل على نقص في الإيمان لازم يعالجها ترجمة نانسي قنقر